أستاذ أمين أبو طالبي بالنظر لمجمل هذه الأهداف إلى أي مدى رح يسهم هذا المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي يعتبر نقول بالنظر للأوضاع الكتلة التي كانت سائدة في ليبيا نقدر نقوله بأنه منتدى الأول من نوع رفيع المستوى لأنه شمل العديد من المجالات في أنه اليوم تكون هناك مبادلات تجارية مع ليبيا والله بسم الله الصلاة والسلام والسلام عليكم أولا بالنسبة للقراءة لا بد أن تكون قراءة صحيحة لماذا؟ لأنه الوفد كان رفيع المستوى 9 وزراء أكثر من 18 مدير عام في الوزرات المهمة لإعمار ليبيا الإدارات المهمة أيضا للاستثمار للتصدير للترويج كل هذا حضروا إلى الجزائر الوفد فاقى 300 رجل أعمال يعني بالأرقام هي شيء مهم جدا لابد علينا أن نعرف كيف نثمن هذا الملتقى والمنتدى خلال المرحلة المقبلة في الفترة القريبة جدا لماذا؟ لأنه فيه اتفاقيات كثيرة أبرمت فيه فرص كثيرة يعني أنيرت بالنسبة للمستثمارين الجزائريين في ليبيا فلابد علينا أن نعرف الآن أنه لابد علينا أن لا نتأخر ولا نبتعد أكثر عن ليبيا لماذا؟ معبر دب داب لابد أن يفتح في أقرب فرصة أيضا كان فيه اتفاقيات حول الخط البحري والخط الجوي هذا شيء مهم جدا لكن لابد أن تكون هناك باخرة والإعلان رسميا عن يوم محدد يعني تاريخ زمني محدد لماذا؟ لأننا نصدر إلى ليبيا ربما 60 مليون دولار التي قالها أو التي نسوقها إلى ليبيا هي مبلغ قليل جدا وزهيد مقاطنة بولايات الدولية وزير الاقتصاد الليبي السلحويج رفع التحدي إلى 3 مليار دولار وقال ليس مستحيل أن نفتح من خلال ليبيا إلى تشاد إلى السودان إلى دول شرق إفريقيا وهذا شيء مهم جدا وأيضا رفع التحدي بكلمته التي قال أنه نحن نعرف أصحاب الأخوة الصادقة هذه كلمة معبرة جدا يعني لابد علينا أن نعرف القيمة الحقيقية التي يكنها الليبيون لشعب الجزائري يعني يحبوا السلع الجزائرية ويحبوا التعاون مع الجزائر فلابد علينا أن نتسارع أو نسرع الخطأ في دخولنا إلى السوق الليبي لماذا؟ لأنه فيه فرص كبيرة في إعمار ليبيا طيب الحديث عن الفرص أين تكمن أهمية هذا الشراكة اللي رح تكون شراكة مثمرة شراكة استراتيجية وضعت لها العديد من الأهداف أين تكمن أهميتها سواء الطرف الجزائري وكذلك الطرف الليبي أهمية الشراكة ستكون حتما في ربح الطرفين ربح ربح لماذا؟ لأنه هم يعرفون أنه الآن العالم كله يريد الدخول إلى ليبيا في إعمار ليبيا ويبحث عن أسواق ليبيا لأن ليبيا سخرت 170 مليار دولار لإعمار ليبيا لا أقول إعمار ليبيا بل لإعمار ليبيا فلابد أن تكون الجزائر من دول السباقة لأن هذه العبارة التي قالها السيلحويج وزير الاقتصاد هي مهمة جدا بالنسبة لنا ولابد أن نضع تحتها خطوط حمراء ونعي أن دورنا الآن هو أقوى دور في المنطقة لأنه قال الأخوة الصادقة يعلم أنه نحن من حافظ على اللحمة الليبية على الوحدة الليبية على لم الشمل الليبي وهذا لابد أن تكون له إنعكاسات اقتصادية ولابد أن تدخل المنتوجات الجزائرية إلى ليبيا ليس عن طريق وسط من أوروبا بل مباشرة اليوم نصدر مثلا السكر إلى ليبيا نصدر الزيت إلى ليبيا نصدر العديد منتجات الحديد لكن كله يمر عبر وسطة ربما أجانب عن طريق فرنسا وإيطاليا أو تركيا ويؤثر على الخزينة العمومية لأنه لما يكون تبادل مباشر سيكون فيه قيمة مضافة لأنه فيه اتفاقية عربية بين الجزائر وليبيا فيزيد من المحفزات التنافسية بالنسبة للسعر بالنسبة لوصول السلع إلى ليبيا هذا شيء مهم جدا